السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم حبايب اعملين ايه? النهاردة هنعمل بيتزا اقصادية جدا جدا. انا حبيت اعمل بيتزا النهاردة ما كانش عندي حاجات كتير. فتحت التلاجة. جبت نص كيلو دقيق. اه زي ما انتم شايفين اهو. ومعلقة خميرة كبيرة. اعمل بيتزا اقصادية خالص لب زبادي ولا بلبن ولا باي حاجات من دي. معلقة سكر ومعلقة ملح. وكبات مية دافية. اكتر من كده ما فيش. نص كيلو دقيق معلقة خميرة. معلقة صغيرة سكر معلقة صغيرة ملح. نص معلقة ملح. قلبت المكونات الجافة دي كلها مع بعضها زي ما احنا شايفين. وعملت فحرة كده وحطيت فيها نص كبات مية في البداية. عشان اشوف بس الدقيق بيشرب المية ولا نظامه ايه? ولميت قلبت شوية كده. ألم جزء من الدقيق. عشان اقدر اتحكم في الايه? في العجينة. زي ما احنا شايفين كده يا حبيبي. حطت جزء من مية نص كباية. حط كمان شوية. ربع كباية. كده حطت كباية لربع. زي ما احنا شايفين كده. هبدأ بقى استخدم ايدي اقدينا نظيفة. انها فيش عجن من غير ادينا او العجان. هنبدأ بقى النعجن. افرق المية كده. زي ما انت شايفين ان دي بتاع له عرق. معنى ان هو اللي هو عرق كده يعني هيحتاج مية تاني. حطيت بقية الكباية. دي كباية دافية. انا حسيت كده ان هو عايز مية تاني. مليت كباية تاني. حطت نصها. حطيت كباية ونص كده. كباية اللي فاتت ونص كباية دي. واستمر في العجل. بالشكل ده. اه. مش عايزة يبقى في دقيق خالص في الطبق. طبعا البيتة دي كل الولاد والكبار والصغر بيحبوها. فانا قلت اعملها بس ما كانش عندي امكانية التحيل واليها. فارحت اعملها اقصادية. دي بتزي اقصادية عادية جدا. اهي. انا طبعا حطيت تاني مية. يبقى كده حطيت كبايتين اللي ربع مية وعجنتها عشر دقايق عشان توصل للمرحلة دي. اه وعايز عجنها تاني. عجنتها كمان تلات دقايق. يعني عجنتها حوالي تلاتتاشر دقيقة. لازم تبقى شدة معايا كده. بتبقى شملزقة. لانها ما تبقى تخمر هتبقى هشة. زي ما انتو شايفين كده. هي سيبها بقى تخمر. حطها في حتة دافية. انا دايما بحطها زي ما انتو شايفين كده تبقى مطاطة ونعمة. احطها في حتة دافية كده. وغطيها. ونشوفها بعد ما تخمر. خمرة يا حبيبي زي ما انتو شايفين ضعف حجمها. هخرج الهواء اللي فيها. مش عجنة سيبة عجنة متماسكة وحلوة عشان لما تخمر ما تنشفش. معايا هنا مزرلة. طبعا كانت في البيت. ده ربع كيلو مزرلة. ومعايا فلفل اخضر وتماطم وعلب التونة كانت موجودة. وكان عندي كسين صلصة. حطيت نقطة زيت ومعلقة التونة صغيرة. وحمرتهم وشوحت فيهم الصلصة زي ما انتو شايفين. اللي انا هستخدمها في الدهان. يعني ما كلفتش نفس كتير. عشان تبقى اسرع واسهل. زي ما انتو شايفين. كل حاجات دي متلاجة ما اشتريتش حاجة. دي بدي اقصادية جدا جدا. وطلعت اخر جمال. هعمل اول صنية مدورة. اخد جزء من العجينة. اهو. زي ما انتو شايفينها جميلة. العجينة حلوة عشان ارتحت. اه اعمله بقى دايرة كده. انا بعمل على مفرش العجين لان عايزة مقاسات معينة. انا بحط الصنية على مفرش العجين. وبحدد المقاس اللي انا عايزها. وبعدين بفرد على المقاس ده كده. وبعدين انقلها في الصنية. انا اسيب آآ مقاسين. وهبدأ آآ اخر التالت. هفرد لغاية المقاس التالت من بره. لان ده مقاسة الصنية بتاعتي. هفردها كده. از ما احنا شايفين. لغاية ايدي ما تقفل فرد. اروح من ازدلال ايه? ان الشابة بتاعتي. او المردنة. المردنة العجلة او المردنة العادية. زي ما احنا شايفين كده. اهو. بفردها. طبعا المردنة دي بتخرج الهوة. فبتساعد على فرد الايه? العجين. اكتر من ايديك. شايفين فردتها بسرعة ازاي? وبعدين كملت بديه. لغاية ما وصلت للمقاس اللي انا ايه? عايزها. هبدأ بقى اشيلها. الفها على النشابة. وفردها في الصينية. زي ما احنا شايفين كده. بس لازم احط تحتها زيت كويس. علشان ما تلزقش. انا ده احنا الصينية هي وفردت فيها الحتة العجينة اللي انا عملتها. ليه? انا بخرمها. علشان دي عجنتها عيش. لو سبتها العيش هيقب. زي العيش البلدي كان. فبس بس بها كده زي ما هي. زي ما احنا شايفين. بدنش بالسلسل هنا جميل ازاي? وطعمها طبعا طوم جميلة جدا. طبعا انا بعمل حاجة سريعة انت لو عندك طماطم او مخزنة صلصة طماطم ممكن تعملي بها. انا طبعا حتى اعمل كل حاجة على البارد مش هشوح الخضار. بصف التونة بشوكة كده. وبفردها بحطش كمية كبيرة من التونة. التونة دي بتعتبر حاجة يعني فيها زفارة. ما بكترهاش. هي طعم خفيف كده زي تدبيلة للبيتزا. وطبعا مش حتى بصل. انا مش عايزة بصل. مش عايزة حط حاجة على النار خالص غير كله ايه. آآ مقطع الفلفل جوانح زي ما انت شايفين كده والطماطم. حاجات بسيطة كده. انت لو عايزة تحط الزتون حطي. انا دايما بحط الزتون كتير عشان حادق. برضو عملتي مني بيتزا على هيئة ورقة شجرة كده بيضاوي. شكل البيضة. تغيير للاولاد الصغارين. قدهنوا برضو بالسلسة زي ما احنا شايفين كده. اهو. جميلة جدا الطريقة دي وسهلة. بعد ما دهنت بقى السلسة دي كلها كده. عندي آآ كان عندي كده سبعين برضو في الفريزر. جبتهم وقطعتهم واحطيت اتنين في كل واحدة. شكلها بقى جميل جدا. حاجة مفرحة للاطفال. تمام كده. اهو. طبعا السنية اللي انا عملتها دي. والآآ واللي فيها الهود دوب جدي بتاعت الميني بيتزا. هدخلهم الفرن بس ينشفوا كده يسخنوا. والخمر يبان عليهم. وبعدين اطلحهم. احط عليهم الجبنة. طبعا انا في اطفال بيحبوا الفلفل واطفال. لا. انا حطيت عليها. انا حطيتها في الفرن آآ شوية سخنت. وطلعتها دي التكاية بقى. انا تحطيها في الفرن شوية. وتطلعيها وهي سخنة تفرد عليها الجبنة. هتيجي تدخلها تاني. الجبنة هتسح بسرعة. وتديك المطة اللي انت ايه? عايزها. وكل ما تكتري جبنة كل ما يكون البتزا جميلة معاك. تمام? هرجحها الفرن تاني. هنا عملت الميني بيتزا قلنا بقوطة لوحديها. عشان اطفال بيحبوا قوطة. واطفال بيحبوا قوطة على فلفل عادي. حطيت الجبنة الجبنة تحطيها في النص عشان بتسيح. ما تمليش الميني بيتزا. زي ما انت شايفت كده طلعتها من الفرنة جميلة جدا وتصويتها حلوة. هبدأ اقطعها معاكم. اهو. عشان تشوفوها. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. واللايك. عشان يوصلكوا كل جديد. اه شايفين الجبنة بتموت ازاي وجميلة? اه زي ما احنا شايفين كده. الجبنة حلوة قوي. انا طبعا اطعاها جامد. فعشان كده المطة مجاتش كاملة.